حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الأطفال باتوا يموتون جوعا في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ خمسة أشهر نعم من جهة أخرى أكدت منظمة صحة العالمية أن أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى علاجات تغذوية تكميلية في غزة الحياة والموت متداخلين قد يحل أحدهما عوضا عن الآخر بلمح البصر هذه الأجساد الصغيرة تحملت على مدى خمسة أشهر من العدوان المتواصل ما لا تتحمله أجساد الكبار من الألم والجوع والجفاف الشديد والأمراض فهذا عنده مرض اسمه سيستك فيبروزز الجاف على الرئام هذا المرض طبعا يعني بيحتاج لعناية في الحليب في العلاج في الغزة ونحن في الحرب إننا خمس شهور وكل إشي مقطوع لنا فزادت حالة فادي سوء وصار يوم عن يوم بولد يتضهور حالته لغاية ما وصل لمحة للجفاف وبالتوازي مع ذلك لتكف التحذيرات الأممية والمنظمات الدولية عن التحذير من خطر المجاعة في قطاع غزة إذ قالت منظمة الصحة العالمية إن أطفال قطاع غزة الذي يشهد عدوان صهيونيا وحشيا يتوفون بسبب التأثيرات المشتركة لسوء التغذية والمراض شهدت هذه المستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين عدداً كبيراً من حالات سوء التغذية الحاد للأسف واليوم رأيت بنفسي ستة أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد منظمة الصحة العالمية وميد جلوبال موجودان هنا اليوم لبدء الدعم والإعداد لإنشاء مراكز لتحقيق الاستقرار والتغذية مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر قال إن قطاع غزة يشهد أوضاعاً كارثية نظراً لنقص الإمدادات مشيراً أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شاهد خلال الأسبوع الماضي إحصائيات مثيرة للقلق للغاية فيما يتعلق بظروف المجاعة ولفت شتاينر إلى أن 70% من البنية التحتية في غزة قد دمرت وأن معظم الناس نزحوا فراراً من القصف والاشتباكات